دشنا وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر ألشريدة مشروع توسعة صوامع الحبوب في مجمع الجويدة في منطقة الوسط بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية ألشريدة على أهمية ومستوى العلاقات الثنائية بين الأردن ودولة الإمارات العربية وجهود صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية محمد ساف السوادي أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة مؤكدا حرص القيادة الرشيدة للإمارات على تقديم كافة أشكال الدعم للأردن للمستاهمة في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة شرب طبعا اليوم بالمشاركة في حفل تدشين مشروع صوامع تخزين في المملكة الأردنية الشغيغة هذا المشروع أتى تمويله ضمن منحة دولة الإمارات والتي قدمت في عام 2012 هذه المنحة كانت بقيمة مليار ومئتين وخمسين مليون دولار امتدت على خمسة سنوات كانت برنامج متكامل مولنا من خلال هذه المنحة عدة مشاريع استراتيجية إن شاء الله أنها تخدم بشكل أساسي في نمو والاقتصاد الأردني طبعا هذا المشروع الاستراتيجي تخزين الحبوب أتى ولله الحمد في وقت مناسب العالم يواجه العديد من التحديات وقدم الوزير شكر وتقدير الحكومة الأردنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا على دعمهم المتواصل للجهود التنموية الأردنية يا سيدتي أول شيء العلاقة المتميزة بتجمع جلالة سيدنا الله يطول عمره الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد طبعا مكنتنا اليوم من أن نفتتح أحد المشاريع الاستراتيجية للأردن وهو استكمال وبناء منظومة صوامع تعزز من الطاقة التخزينية التي تمتلكها الشركة الأردنية للصوامع هذا المشروع طبعا أتى ترجمة لتوجيهات جلالة سيدنا لبناء مخزونا الاستراتيجية من السلع الأساسية خاصة مادة القمح واللي في ضوء التحديات القائمة المرتبطة بتوفر المادة وارتفاع الأسعار للقمح أدى إلى أنه استطعنا ندير المخاطر الحالية بشكل أفضل وطبعا المؤمل أنه ما توصلنا اليوم من خلال هذا المشروع رح يبني إلى مزيد من الإنجازات في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في المملكة طبعا هذا المشروع هو أحد المشاريع التنموية والاستراتيجية اللي لما كانت نتحقق لولا الدعم لوفرة الإمارات الشقيقة خاصة من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية إلا أنه أخواننا الإماراتية ساعدونا ووفروا تنميل سقي خلال السنوات والعقود الماضية لتمكيننا من تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات التنموية والحوائية شروع توسعة صوامع العقبة والممول بمنحة خليجية من صندوق أبو ظبي للتنمية بزيادة الطاقة التخزينية في صوامع العقبة من 100 ألف طون إلى 200 ألف طون وهذه تعتبر قيمة مضافة تجسد الرؤية الملكية بالحفاظ على أكبر مخزون استراتيجي من مادتي القمح والشعير حيث بلغت تكلفة الإجمالية للتوسعة بحدود 25 مليون دينار وكما أسلفت هي ممولة من صندوق أبو ظبي للتنمية هي الأمينة العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين أكيد هذا المشروع من المشاريع الحيوية التي تتوافق مع استراتيجية الحكومة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي خصوصا فيما يتعلق تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب القمح والشعير هذا المشروع يساهم في تعزيز القدرة الاستيعابية بحوالي 120 ألف طن في صوامع الجويدة ليصل إلى 250 ألف طن تخزين في صوامع الجويدة مدير وعام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين المهندس عماد الطرونة أكد أنه في ظل الظروف العالمية والإقليمية والدولية التي نمر بها والتي أشغلت العالم من حيث كبح جماحة ضخم والسيطرة على سلاسل التوريد والمخزون الآمن لسلع الغذائية فقد ساهم مشروع زيادة استعادة تخزينية في الصوامع بدقلي لأضرار هذه الأزمة منذ بدايتها بزيادة استعادة تخزينية في الأردن بواقع 220 ألف طن من الحبوب أشكرك على هذا السؤال حقيقة إحنا منذ بداية هذا المشروع نرجع لما قبل هذا السؤال أنه للسياسة التي اتبعتها الحكومة الأردنية بزيادة الساعات التخزينية في المملكة والذي نلمس أثرها حاليا أنه مخزوننا الاستراتيجي من مادة القمح ومن الحبوب مخزون عالي تجاوزنا في الأزمة في بداية الأزمة ونأمل إن شاء الله أنه يستمر تجاوزنا الأزمة لأنه لاحقا ونحد من التضخم اللي يحاصل في الأسواق بخصصا في أسعار القمح العالمية المشروعين مشروعين كاميرات ومشروعات وطنية بتساهم في التنمية الاقتصادية في الأردن المشروع الأولاني اللي إحنا موجودين الآن فيه وفي وسط مدينة عمان في مجمعة جويدة زاد الساعات التخزينية بحدود 120 ألف طن للحبوب بشكل عام وكذلك المشروع في جنوب الأردن ميناء العقبة بتوسعة بـ 100 ألف طن أي أنه أصبح المجموع الكل عندنا للتوسعة 220 ألف طن هذا ساهم بأن يزيد المخزون الاستراتيجي عندنا بساعات بمعدل استهلاك ثلاث أشهر في الملك وهذا رقم عظيم لذلك يعطي الأمان وبساهم في الأمن الغذائي وبعطي أمان لمواطننا الأردني ترجمة نانسي قنقر